السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس الهيام في هذا الفيديو بشرح لكم بالشكل مفصل لحل مشكلة التطبيق في تحميل التطبيقات على الايفون طبعا ينقسم هذا الفيديو الى قسمين القسم الاول راح بعطيك حل مشكلة تحميل التطبيقات وتثبيته على الايفون من خارج ابل ستوري يعني من خارج متجر ابل ستوري لما تحمل التطبيق راح يعطيك مشاكل كيف تحل المشكلة او راح بعطيك العلور القسم الثاني هو حل مشكلة تثبيت التطبيقات من ابل ستوري ايضا بعطيك الحل اوكي اول شي نروح للقسم الاول اللي هو تحميل التطبيقات من خارج ابل ستوري من خارج موقع ابل ستوري تحمل التطبيق كيف تحل مشكلة تثبيت التطبيقات الخارجية اول شي يا شباب رقم واحد هو تفعيل خيار developer mode اللي هو خيار المطور حتى تحمل تطبيق خارج app store من موقع خارجية لازم تحمل حل الاول هو تفعيل developer mode كيف تفعل خاصية developer mode developer mode هو خيارات المطور تفتح العدادات الآن تروح لتحت بتحصل هنا هذا الخيار اضغط عليها بعد ما تضغط عليها اندل الانزل لتحت هنا بتحصل ابحث عن خيار خيارات المطور او developer mode اذا مش موجود طبعا مثلا ما تشوفون هذا الجهاز مش موجود في حل لهذا المشكلة اذا خيار developer mode مش موجود وما تعرف كيف تفعله في فيديو السابق شرحت كيف تفعل خيار developer mode الرابط الشرح في الديسكريبشن ادخل الرابط هناك بتحصل الشرح كامل لتفعيل وحل مشكلة عدم وجود خيار developer mode وكيفية تفعيله اوكي هذا بالنسبة لحل رقم واحد لتثبيت التطبيقات الخارجية اوكي يا شباب الحل الثاني لتثبيت التطبيقات الخارجية هو استخدام نسخ الويب من البرنامج يعني عندك يعني اكثر البرامج مثل برامج التصميم والمنتاج وبرامج المصرف والبنك وغيرها من البرامج مثل اتصالات وغيرها كل برنامج فيه موقع خاص تقدر تستخدمه يعني غير التطبيق تقدر تستخدم التطبيق وايضا تقدر تستخدم الموقع بنفس الميزات كيف تحل مشكلة تثبيت التطبيقات الخارجية حل مشكلة تثبيت التطبيقات الخارجية هو انك تستخدم نسخ الويب من البرنامج مثلا اعطيكم مثل مثلا هذا برنامج البنك هذا المصرف فيه برنامج يواجه مشكلة في تثبيتي على الايفون افتح موقع سفاري واكتب في البحث اسم البنك او اسم البرنامج او اسم المصرف الخاص بك اوكي بعد ما تكتب نسخ ما شوفنا هذا هو موقع المصرف اريد استخدمه ويكون مثل التطبيق اوكي كل ما عليك انك تضغط على هذا الزر المشاركة بعد ما تضغط على زر المشاركة انزل انزل تحت بتحصل هنا اديت تو هومسكرين لما تضغط عليها هنا تقدر تسمي تسمي ابوظبي الاسلامي رح اكتب اسم التطبيق اللي رح تظهر في الشاشة او اسم الموقع اللي رح تظهر اضغط على اديت بعد ما اضغط على اديت مباشرة رح ينتج لك ايقونة او البرنامج على الشاشة بامكانك انك تدخل وقت ما تريد تستخدم الموقع او البرنامج تفتح البرنامج مباشرة تستخدم المصرف او البرنامج او التصميم او الشي اللي تحتاجه وبس هذا هو الطريقة الثانية لحل مشكلة تضبيط البرامج الخارجية اوكي نروح لطريقة او الحل الثاني الثالث اوكي الحل الثالث يا شباب هو انك تستخدم مواقع تحميل التطبيقات الخارجية البديلة بديل اوبستور مواقع كثيرة يا شباب في جوجل في يوتيوب بتحصل ولكن انا بعطيك بعض المواقع رح بتحصل ايضا في الرابط في الديسكريبشن بعض المواقع اللي تقدر تحمل التطبيقات اللي مش موجودة في اوبستور والخارجي هذا هو حل الثالث نروح للحل الرابع حل مشكلة تضبيط البرامج على الايفون هذا هو الطريقة بس تتثبت البرامج وتفاعل الوي بيان يعني في قيود لتضبيط البرامج بعد البرامج اوكي في قيود بعد البلدان مثل سوريا وسودان وايران وغيرها تبا استضغط عليها وتفاعل الوي بيان يعني تغير اي بي الايفون ورح تحل مشكلة تضبيط البرامج الخارجية والداخلية او من اوبستور هذا هو الطريقة الرابع اوكي يا شباب نروح للحل مشكلة التطبيقات اوبستور او الداخلية يعني اذا واجهت مشكلة تضبيط التطبيقات اوبستور من داخل المجر او ايضا الخارجية في حلول اخرى اوكي اول شي يا شباب انك تتأكد ان الجهاز متصل بالانترنت يعني يا الواي فاي يا الشريحة اذا كنت متصل بانترنت الشريحة فتأكد انك بيانات الهاتف هذا الخيار مفعلة بهذا الطريقة لو فعلت هذا الخيار اوكي حتى تتأكد انه في انترنت تدخل اي متصفح وتدخل اي مثلا موقع جوجل اذا داخل موقع جوجل يعني انت متصل بالانترنت اذا بدأت تتصل بالواي فاي ايضا تضغط على هذا الخيار واي فاي يعني ضغط مطولة راح تتصل بالواي فاي وبعد ما تتصل بالشبكة تحط الرمز السري وتتصل بالشبكة ايضا راح تتأكد ان الجهاز متصل بالشبكة وتدخل موقع او متجر اوبستور وتحمل بالتطبيق بالطريقة العادية هذا هو الحل الاول لمشكلة تذبيت التطبيقات اوبستور وايضا الخارجي اوكي نروح للطريقة والحل الثاني اوكي الحل الثاني هو اذا في مشكلة تذبيت التطبيقات من اوبستور او التطبيقات الاخرية من انترنت الشريحة السيم كارت طفي السيم كارت جرب الواي فاي اذا كان في مشكلة بالواي فاي تثبيت التطبيق طفي الواي فاي وشغل انترنت البيانات او انترنت الشريحة يعني جرب الطريقة اذا ما ضبط لهذا اضع جرب هذا وبس هذا هو حل ثاني بديل نروح للحل الثالث الحل الثالث هو انك انت لازم تتأكد ان مساحة الحاتف مش ممتلئ اوكي تروح للعدادات تروح لعام بعد ما تروح لعام هني بتحصل ايفون هذا هذا الخيار ايفون ستريق يعني مساحة تغزين راح بتحصل هني المساحة الخالية مثل ما تشوفون هني مكتوب عندك 256 جيجا يعني بس باقي يعني باقي يعني مستقد مستخدم 82 جيجا المساحة الكاملة هو 256 اذا المساحة يعني ممتلئة فلازم هني يعطيك بعض التطبيقات والتطبيقات اللي ياخذ اكبر مساحة ممكنة هتقدر تاخذ من هني المساحة الكبيرة وتدخل مثلا تطبيق الصور وتحذف بعد الفيديوهات وتتأكد ان في جهازك في مساحة ورح يحل مشكلة تذبيط التطبيقات هذا هو حل ثالث هو التأكد من عدم وتأكد من توفير مساحة كافية في الجهاز اوكي الحل الاخر هو احادة تشغيل الحاتف لحل مشكلة تذبيط البرامج اوكي يعني اضغط على الضر اطفاء الناس ما تشوفون اوكي وطفي الجهاز وشغل من جديد وتجرب مرة ثانية لتحميل التطبيق وشوف نحل المشكلة ولا لا اوكي نروح للحل رقم خمسة لتحل مشكلة تذبيط التطبيقات هو الخروج ويعادة الدخول الابل اي دي المعرفة الخاص بك تدخل الابستور وتدخل تدخل في اعدادات تدخل الاعدادات بعد ما تدخل الاعدادات روح لفوق اخر شي من اذا ما تشوفون هنا بتحصل حسابك اضغط عليها وسجل يعني سجل خروجك من الجهاز سجل خروج من اليميل او الابستور ابل اي دي وبعدين حط ايميلك مرة ثانية وسجل دخول في اي كولود او ابل ستور وتجرب تحمل التطبيق وراح يحلم مشكلة تحميل التطبيق بنجاح اوكي حال رقم ستة هو تحديث نظام الايفون اوكي تدخل اعدادات بعد ما تضغط تدخل اعدادات اضغط على جنرال عام هنا بتحصل اوبدايت يعني تحديث النظام اضغط عليها بعد ما تضغط عليها انت ابحأ شوف اذا في تحديث للنظام حاول تحديث لاخر اصدار وهذا الطريقة رح يحل ايضا المشكلة اوكي يا شباب حل رقم سبعة هو التحقق من قيود اوكي اوكي كيف تحل مشكلة تدبيقات اوكي اوكي يمكن انت ضايف قيود لعدم امكانية تحميل تطبيقات ااب ستور كيف تزيل هذه القيود تفتح لعدادات بعد ما تفتح لعدادات هنا بتحصل سكيرين تيم اضغط عليها هذا هذا الخيار اضغط عليها انزل تحت هنا بتحصل هذا الخيار بلوك يعني اضغط عليها هنا بتحصل اي تونس ااب ستور يعني حاط قيود اضغط عليها تأكد ان تحت تضبيط التطبيقات اضغط على هذا الخيار اضغط على السماح بهذا الطريقة راح تقدر تحمل التطبيقات ااب ستور وتأكد ان اذا ما ضايف اشياء مهمة تقدر يعني ما ضايف عدادات مثل منع بعض الاشياء اوكي تضغط الاحسن انك تلغي هذا التفعيل بهذا الطريقة ادخل ااب ستور وحمل التطبيق بدون مشاكل اوكي يا شباب هذا هو مثل ما تشوفون هذا هو ااب ستور تفتح ااب ستور وتحمل وبهذا الطريقة تم ازال القيود على تذبيت التطبيقات اللي ينتز ضايف يمكن اي شخص ضايف بالغلط هذا القيود ازلنا بهذا الطريقة راح تحل مشكلة تذبيت التطبيقات الخارجية او الداخلية من ااب ستور اوكي يا شباب ذاكرة تطبيق ااب ستور طبعا ما بشرح في هذا الفيديو ايضا يشرح طريقة تذبيت مسح ذاكرة تغزين المائقة لأاب ستور ايضا بتحصلها في الرابط في الديسكريبشن روح هناك وشوف كيف طريقة حل مسح ذاكرة تغزين المائقة لأاب ستور راح يحلك المشكلة تذبيت التطبيق اوكي حل ضقم 9 عوها يعادة ضبط الشبكة يعادة تعين ضبط الشبكة تدخل عدادات بعد ما تدخل عدادات تروح لعام انزل لآخر شي اضغط على هذا الخيار اوكي بعد ما تضغط عليه يعني بتحصل ريست اضغط عليها يعني بتحصل ريست نتور ستنج يعني مسح عدادات الشبك اضغط عليها طبعا هذا الخيار ما يحذف بياناتك ولكن يحذف يعيد اعدادات الشبكة والعدادات اضغط عليها وانتظر لما يتم العملية وراح تحل مشكلة تثبيت التطبيقات اوكي حل اخر لمشكلة حل رقم عشر لمشكلة تثبيت التطبيقات هو انك تشوف ان الساعة والتاريخ مضبط اوكي على حسب بلدك كيف تحل المشكلة تدخل اعدادات بعدين تدخل على جنرال يعني عام اوكي الحين هنا بتحصل تايم داتا تاريخ والوقت اضغط عليها الحين تأكد ان سايت اتيماتيك مفعل وتأكد ان التصال بالانترنت مفعل وفعل هذا الخيار رح تلقائيا رح يضبط التاريخ على حسب بلدك بواسط الواي فاي الانترنت الشريحة او السيمكة وبس هذا هو حل اخر لمشكلة حل مشكلة تثبيت ابل ستور وبس يا شباب في حلول اخر انا اشرحت الحلول والمشاكل المهمة لحل مشكلة تثبيت التطبيقات خارج ابل ستور طبعا في حلول اخرى هو التحقق من حال ابل شركة ابل اضخل بتحصل حل اخر وبس يا شباب هذا هو بعض الحلول والمشاكل لتثبيت التطبيقات ابل ستور اذا اضغط لاك لفيديو اذا ممكن اشترف قنا اشترف قنا وفع عزيز بسم الله السلام اشتركوا في القناة